النادي الآلي في إطار تأديره لما ينجزه الأشقاء العرب شفنا الآلي متفاعل بنسبة كبيرة جداً مع التشريف اللي حصل من المنتخبات العربية الشقيقة في المنديال بدأ بتهنية السعودية والإشادة بالأداء المنتخب السعودي في بطولة كاس العالم واستمر مهنئاً ومشيداً ومثمناً الأداء المغربي الرائع في كاس العالم كل دور الأهل بيتخطاه كان الأهل بيبقى حريص على تهنية الأشقاء في المغرب زي ما أشاد في برقية مهمة في البداية بالتنظيم والافتتاح الرائع لكاس العالم بالدوح نال المنتخب المغربي النصيب اللي يستحقه من الإشادة والتأدير لأنه فعلاً رفع رأس كل العرب واستكمالاً لهذه المشاعر الطيبة وهذا التجاوب والتفاعل الأهلاوي مع محيطه في الوطن العرب الشقيق كان النادي الآلي حريصاً اليوم على إرسال خطاب تهنية إلى سعادة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد الثاني رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم يهنئه الأهلي على هذا التنظيم الرائع وهذا الأداء المشرف جداً في برقية منديال استثنائي قطر شرفت كل العرب ده خلاصة خطاب التهنية من النادي الآهلي برئيسه الكابت المحمود الخطيب إلى سعادة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد الثاني رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم كمان كان فيه تجاوب أهلاوي رائع مع احتفال قطر بالعيد الوطني وبمرور خمسين عاماً على تدشين العلاقات المصرية القطرية النادي الآهلي أرسل اليوم بقد ورد وكارتة أهنئة إلى سعادة السفير سالم بن مبارك آل شافي سفير قطر في القاهرة ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية على هذه المناسبة الطيبة حضر كمان المهندس عدلي القيعي وحضرتك وحضرتك في دعوة الاحتفال اللي أقامته السفارة شايفين المهندس عدلي مع السفير سالم مبارك آل شافي في أحد الفنادق قبل يومين في هذه الاحتفالية الكبيرة كان ملكه اكتبع حاضراً هذه الاحتفائية ثم حضر دولة رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي هذا الحفل وألقى كلمة على تدشين العلاقات المصرية القطرية ومرور خمسين عاماً على هذه العلاقات الأخوية هنشوف في هذا الفيديو ملخص لهذه الاحتفائية الكبيرة إن شعار اليوم الوطني لهذا العام هو محدتنا مصطر قوتنا وهو أحد مقولات سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني حفظه الله ولا أجد أصدق من هذه العبارة لتوصيف واختصار علاقتنا الأخوية بجمهورية مصر العربية الشقيقة إنني وإذ أعبر عن اعتزاز وتقدير مصر للعلاقات الوطيضة التي تجمعنا مع دولة قطر الشقيقة وإخواننا القطريين تمتد إلى ما قبل تجهين العلاقات الدبلوماسية الرسمية بين بلدينا وإنني من هنا أوجه الدعوة لجميع المسؤولين ورجال الأعمال في البلدين وأحثهم على الانطلاق بكل جد وعزم لتحقيق ذلك وحدتنا مصدر قوتنا يا رب تكون والتناغم والصدفة الرائعة أن كأس العالم تأتي مع خمسين عاما من العلاقات القطرية المصرية لتشهد هذا التطور الرائع الإيجابي في العلاقة بين الأشقاء وإزاي العرب كلهم فرحانين ببعض يعني أول مرة ما فيش نفسانة أي والناس كلها فرحانة من قلبها حتى النفسانة جاية منين من البهوات الأوروبيين اللي خرجوا بدري بدري اللي كانوا جايين يصدروا لنا القيم الهابطة وبدعوة حقوق الإنسان وحق التعبير مش طيقين لدرجة يا عزيز إبراهيم بيهجبوا ميسل ولبس العباية تخيل تخيل وصل البؤس والغيرة من هذا النجاح الذي كانوا يترقبون أن يصدرونه مشاكل فالعالم كل يقف احتراما لما شاهده والكلمة وحداتنا مصدر قوتنا في الاحتفال بخمسين عاما مع نهاية كأس العالم في قطر النجاح هنا يترجم لاستخدام رائع في شعار رائع لما أصفر عنه روح المنديال الاحتفالي بإيه تلاحم عربي رائع وأصيل نتمنى عرب إفريقي على فكرة نتمنى أنه يستمر ونتمنى لأنه هو عالم الكائنات الكبرى اللي هي بتبقى وحداتها مصدر قوتها ترجمة نانسي قنقر